موسيقى حياكم الله ومؤسسة الشارقة للفنون إلى أيكروم الشارقة حيث يسعى المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية أيكروم الشارقة إلى حماية التراث الثقافي في الوطن العربي خدمة للمجتمعات المحلية والدول العربية والمنطقة بأسرها وللتعريف بأفضل ممارسات حفظ التراث ونشرها للنهوض بخبرة المهنيين والارتقاء بوعي الجمهور وفي إطار حماية التراث الثقافي الساحلي والمغمور بالمياه وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ينظم مركز أيكروم الشارقة وجامعة نيويورك في أبوظبي ينظمون ورشة عمل إقليمية تستمر لمدة أربعة أيام اليوم بتكون لنا وقفة مع هذه الورشة بنتعرف عليها بنتعرف على أهدافها والسبل الكثير للحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة لكن في البداية خلونا نتابع هذا التقرير الخاص بالورشة ولنعودة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة تتواصل لليوم الثاني ورشة عمل إقليمية حول حماية وإدارة التراث الثقافي الساحلي والمغمور بالمياه والتي ينظمها المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية إكروم الشارقة بمقره بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو وجامعة نيويورك في أبوظبي وبمشاركة ممثلي أحد عشر دولة عربية ومجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي وذلك في الفترة من الثامن والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من يناير الجاري مشاركة هيئة الشارقة اللاثار هي من المشاركات المهمة لإبراز دور الهيئة في الحفاظ على المسوحات التي قامت فيها هيئة الشارقة للآثار للبحث عن الآثار الغارقة في إمارة الشارقة طبعا في السابق كانت هناك مشاركة سابقة للمسح في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة وفي السنة الماضية أيضا عملت الإدارة أو الهيئة وإدارة الآثار في داخل الهيئة بالتعاون مع الفريق البرتغالي بالمسح في المنطقة الشرقية لمناطق مدينة كلبة ومنطقة اللؤلؤية ومنطقة الزبارة ومدينة خورفكان ومدينة دبل حصن تهدف ورشة العمل الموجهة لممثل الهيئات الثقافية المختصة في المنطقة العربية إلى رفع مستوى الوعي لدى واضع السياسات في مجال حماية التراث الثقافي الساحلي والمغموري بالمياه والانضمام للاتفاقيات الدولية ودمجها في التشريعات الوطنية حتى تكون سياسات الحفاظ متوافقة مع المتطلبات الفعلية في المنطقة الفريق المصري أو المجموعة المصرية هي من جهتين مختلفتين من جامعة اسكندرية ومن وزارة الأثار نحن بنعرض للتم في مجال الأثار المغمورة بالمياه في مصر وبنعرض لرؤيتنا المستقبلية في التعاون العربي العربي في المجال ده يعني إلا إنجازته مصر في الفترة السابقة وإيه اللي ممكن يحصل في التعاون بين الدول العربية في هذا التخصص سواء من ناحية البحثية أو من ناحية الأكاديمية المملكة المغربية لها تراث كبير وزاخر في هذا المجال وهي تقوم مجهودات كبيرة على مستوى التشريع والقوانين وأيضا على المستوى العملي فيما يتعلق بالتدخلات على المستوى البحري وأيضا على المستوى النهري وركمنا إلى حد الساعة تجربة جيدة ونحن في هذا اللقاء كانت لنا فرصة للتواصل مع كافة الدول العربية كما تضمنت الجلسة في يومها الثاني عرض التحديات التي تواجه إدارة التراث الثقافي الساحلي والمغموري بالمياه في المنطقة والأطر القانونية المطبقة حاليا لحمايته المشاركة متاعنا كانت تقديم مداخلتين المداخلة الأولى كانت بتقديم مشروع حول إحداث محمية أثارية تحت مائية في منطقة سكيركي بونك التي هي موجودة بالجرفة القاري بين تونس وإيطاليا وهو مشروع سيكون إن شاء الله تحت إشراف اليونسكو وبالتعاون مع بعض الدول الأطراف التي أمضت اتفاقية اليونسكو لحماية التراث المغمور بالمياه والمشاركة الثانية تم فيها التعرض لأهم الأبحاث والمكتشفات الأثرية التي تمت بالبلاد التونسية نحن قدمنا كل المشاريع اللي عم بتصير بلبنان عن الأثار المغمورة وشو الستيبس اللي عم نعملون الخطوات اللي عم تنعمل بلبنان لحماية هيدا التراث ورشة العمل الإقليمية حول حماية وإدارة التراث الثقافي الساحلي والمغمور بالمياه استمرار لاستراتيجية منظمة إكرم التي تكرس نشاطها منذ إنشائها لحماية التراث الثقافي في الوطن العربي حياكم الله للحديث أكثر عن ورشة العمل الإقليمية حول حماية وإدارة التراث الثقافي الساحلي والمغمور بالمياه نستضيف اليوم الدكتور زكي أصلاً مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إكرم الشارقة حياكم الله دكتور زكي أهلاً بيك أخترين أعطيكم العافية أهلاً بيك يمكن أن نحن كررنا أكثر من مرة في المقدمة وفي التقرير كلمة التراث الثقافي ساحلي والمغمور بالمياه صح لكن ما وضحنا شو هو أصلاً هذا النوع من أنواع التراث وما هي ربما أبرز التحديات اللي يواجهها هذا النوع من التراث طبعاً كما تعلمي معظم الدول العربية هي موجودة على مناطق بحر فإذا بدأنا من الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسط معظم هذه الدول الموجودة في هذه المنطقة تطل على البحار ولهذا السبب هذا النوع من التراث اللي هو التراث الساحلي أو اللي يسموه في الإنجليزي الماريتايم هيريتج هذا بواجه تحديات كبيرة على السواحل من جراء عمليات التطوير ومن جراء أيضاً عمليات السرقة سواء التراث المغمور بالمياه أو التراث اللي موجود على الساحل هذه المناطق وطبعاً هناك أمور بيئية كثيرة لها علاقة في هذا الموضوع لأن الحفاظ على هذا التراث أيضاً وعلى البيئة الساحلية هو مهم جداً لنا نحن أيضاً كمنظمة دعونا نتكلم عن الورشة يمكن اللي شاهدناها في التقرير وهذه الورشة نظمت خصيصاً من أجل طبعاً هي ورشة عمل أقليمية مثل ما ذكرنا ربما في البداية حول حماية وإدارة التراث الثقافي الساحلي والمغمور بالمياه دعونا نعرف أي شيء على أهداف هذه الورشة الهدف الأساسي لهاي الورشة هو إيجاد شبكة من الخبراء العرب ليعملوا معاً لتوطيد التعاون على المستوى العربي في هذا المجال فهناك دول لها خبرات وهناك دول أيضاً تسعى للحفاظ على هذا التراث هناك دول تعرضت لمخاطر كثيرة لنهب وسرقة هذا التراث الذي نحن أحياناً لا نعي أنه يتم أهميته هو أنه يتم سرقته ونهبه وتصديره إلى أماكن أخرى فهذا التراث مهم جداً فالهدف الأساسي إذن أولاً هو إيجاد تعاون مشترك بين الدول العربية وإيجاد هذه الشبكة المهنية وبالإضافة إلى ذلك هدف أساسي هو تحقيق عمل في مجال بناء القدرات والتدريب في المجال هذا الذي هو مجال ليس فقط للمختصين ولكنه أيضاً بحاجة للتعاون مع الجهات الأخرى مثل الجهات الدفاع الدفاع المدني مثلاً البلديات إلى آخره والقائمين على حماية البحار إلى آخره فهذا بحاجة لوضع خطط ووضع منهجيات ووضع أيضاً سياسات في هذه الدول لحماية هذا التراث نعم بالتأكيد خليني أطلع شوي خارج إطار الورشة دكتور يمكن أثناء حديثنا حضرتك وضحت ما هي ربما هذا النوع من أنواع التراث الساحلي أو تراث الثقافي الساحلي والمغمور بالمياه لكن خلينا نوضح أكثر ربما للسادة المشاهدين اللي تابعونا من منازلهم نعطي ربما أمثلة أو بعض الأمثلة على هذا النوع من أنواع التراث اللي موجودة عندنا في العالم العربي بعض المناطق ربما هناك مناطق مختلفة طبعاً في العالم العربي اليوم كانوا ذكروا المسؤولين على الآثار في إمارة الشارقة مثلاً عن وجود منطقة اسمها دارة مقابل منطقة الحمرية هذه بحاجة لتنقيب وبحاجة لتسجيل وتوثيق فأنا فاتني أني أذكر أن أهمية التوثيق لهذا التراث في وجود أريضاً جرد له هو مهم جداً ربما في بعض المناطق إلى الآن لم يتم مسحها لتعرف على هذا التراث أيضاً هناك مناطق مختلفة الأخت التونسية في المقابلة في التقرير ذكرت أيضاً منطقة في شمال تونس في البحار الإقليمية يعني المنطقة الإقليمية هناك موقع مهم جداً تم في الكشف عن جزيرة وفي مصر مثلاً هناك مدينة مندثرة أمام الإسكندرية هناك أيضاً منطقة المهدية أيضاً في تونس هناك العديد من السفن القديمة التي كانت أيام الحرب العالمية الأولى أو الثانية موجودة أيضاً على سواحل المغرب مثلاً هناك اكتشاف جديد لسفينة بسكو دي غاما في عمان في منطقة عمان تم أيضاً إجراء أبحاث ودراسات عنها وهذا يعني يؤكد طبعاً التاريخ الذي يعني تعلمونه أنتم في المنطقة وجود البرتغالي في هذه المنطقة فهناك العديد من الأمثلة الأمثلة كثيرة الحقيقة لكن هذه يمكن أهمها لكن هذه ربما بعض أبرز وأهم الأمثلة دعونا نتكلم عن الورشة والورشة تقام لمدة أربعة أيام بدأت يوم أمس واليوم هو ثاني يوم طبعاً جدير بالذكر أن الورشة تقام يومين في الشارقة ويومين في جامعة نيويورك في أبوظبي لماذا دكتور اخترت أن يكون يومين في الشارقة ويومين كذلك أيضاً في جامعة نيويورك في أبوظبي ولماذا تم اختيار هذه الجامعة بالتحديد للتعاون معها الحقيقة نحن دائماً منفتحين على الشراكات في عملنا في المنظمة لكن بشكل خاص بدأنا في الشارقة لأن هناك اهتمام أيضاً من قبل سمو الحاكم وهو يرعى كل هذه الأنشطة في الحفاظ على التراث الثقافي سواء في الإمارة أو في الدولة أو في العالم العربي ككل فاتفقنا طبعاً بشكل مشاركة مع منظمة اليونسكو في عقد هذه الورشة بشكل بسيط لأن هناك في تخصص موجود أو سيبدأ في جامعة نيويورك في أبوظبي لكن نحن منفتحين على كل الجامعات الموجودة التي تطرح هذا الموضوع نحن في صدد بدأ برنامج للماجستير مع جامعة الشارقة وهناك سيكون هناك أيضاً مساق وتركيز أيضاً على هذا النوع من الحفاظ على مثل هذا التراث نعم خلينا نفصل أيضاً دكتور بعض الشيء في أجندة هذه الورشة المقامة في الشارقة أو اليومين اللي يقيموا في الشارقة ما الذي حملت أجندة هذه الورشة في هذين اليومين؟ ما الذي تم التركيز عليه في الشارقة بالتحليل؟ حقيقةً بدأنا هذا الاجتماع مع وجود المنظمات الشريكة بالذات منظمة اليونسكو في طرح موضوع وهي هناك اتفاقية دولية في الحفاظ على التراث المغمور في المياه من سنة 2001 وبدأت في سريان مفعولها بدأ في عام 2009 بعد ما صدقت عليها العديد من الدول هناك 11 دولة عربية مصادقة على هذه الاتفاقية فبدأنا نتكلم عن الجوانب المؤسستية والقانونية والتوجهات للدول في الحفاظ على هذا التراث الساحلي أو المغمور بالمياه إذن في هذا جزئية أولية في معرفة ما هي الأطر الموجودة والتي ننوي أن تكون موجودة من خلال السياق العربي فهناك مؤسسات تعليمية أيضا موجودة مثلا في جمهورية مصر العربية في هذا المجال وهناك عمل كبير أيضا في الجمهورية التونسية إن هناك في دول مهتمة في هذا الموضوع بشكل كبير ولديها محاولات جدا ولديها محاولات جدا حقيقة أيضا في الأجندة كان في اليوم كان نفهم شو الوضعية القائمة للحماية مثل هذا التراث وبالذات في المناطق الساحلية فلما نتكلم نحن عن التراث المغمور بالمياه هناك الجانب المياه والجانب اليابسة هناك أيضا المدن الساحلية والتي أيضا تتعرض لبعض التدمير من جراء التنمية العمرانية أحيانا بدون دراسات للأثر البيئي ولأثر مثل هذه التوجهات في السياسات البناء في هذه الدول للحفاظ على مثل هذا التراث أيضا تطرقنا فصار عندنا صورة شاملة فنوراما كاملة لوضعية القانونية الوضعية المؤسستية الوضعية التعليمية الوضعية حتى الكوادر الموجودة والمتخصصة في كل دولة فهذا ما نقشناه اليوم صباحا وأيضا تم عرض بعض الأمثلة من هذه الدول لتبادل هذه الخبرات بين الخبراء المتواجدين معنا في هذه الوضعية تم حصر كل ما له علاقة بهذا النوع من التراث في هذين اليومين على مستوى العالم العربي بالتأكيد في اليومين القادمين إن شاء الله في جامعة نيويوك في أبوظبي ما هي أهم المحاور كذلك أيضا التي ستتناولها الورشة في اليومين القادمين حقيقة في سياق الأهداف لهذه الورشة سنتحدث عن الأطر الإدارية والأطر أيضا الحفاظ لأن هناك تخصصات للحفاظ على اللقى التي أيضا ممكن أن توجد في مثل هذه المناطق المائية وأيضا إذا موضوع الإدارة والحفاظ والتوثيق ذكرت التوثيق في البداية نعم سنركز على هذا الموضوع بشكل كبير فهناك محاولات جادة لتوثيق إيجاد خرائط أثرية أو خرائط للمناطق الساحلية أيضا التي تحوي على مثل هذا التراث كيف نستكمل هذا كأساس للمعرفة لما هو موجود عندنا لوضع الخطط لحمايته جميل طبعا على صعيد آخر ربما هناك أيضا جهود جبارة لإكرم الشارق في الحفاظ وصون التراث العالمي هناك عدة اتفاقيات عقدت وسوف تعقد هناك أيضا تشريعات وطنيا تمتسعون طبعا لي كذلك أيضا خوص فيها ذلك نتحدث عن أهم ربما هذه الاتفاقيات في الوقت الحاضر اتفاقيات المهمة الحقيقة هي اتفاقيات منظمة اليونسكو التي صدقت عليها معظم الدول الاتفاقية التي في سياق الاجتماع هو اتفاقية التراث المغمول بالمياه لكن هناك في اتفاقية التراث العالمي منذ عام 1972 والتي لها علاقة أيضا في هذا النوع من التراث فهناك مناطق من التراث العالمي موجودة في مناطق ساحلية أيضا هناك اتفاقية منع الاتجار غير المشروع بالأثار وهذه الاتفاقية منذ عام 1970 هي مهمة جدا فما نجده اليوم من نهب وسارقة لهذه الآثار سواء موجودة في المناطق الساحلية أو سواء موجودة في المناطق الأخرى أيضا هي مهمة الاتفاقيات الأخرى لها علاقة في الاتفاقية التراث اللامادي من عام 2003 والاتفاقية الأخيرة هي اتفاقية التنوع الثقافي وهي موضوع التنوع وأهميته في التعبير عن الفنون وعن الثقافات المختلفة هذه الاتفاقيات الأساسية هناك اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية يوني درواء والتي تركز على الجانب الخاص في الحفاظ على التراث الثقافي في حوزة الخواص وأيضا هناك دراسات لدمج هذه الاتفاقيات بشكل أن يكون هناك في علاقة من قبل منظمة اليونسكو الآن يتم المحاولة ربط هذه الاتفاقيات مع بعضها وليس التعامل معها كل وحدة على حدة من المهم جدا في سياق هذا الموضوع أنه كيف يتم تماشي القوانين أو التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات الدولية صحيح فهناك مثلا مصطلحات مهمة تستعمل في هذه الاتفاقيات نتكلم عن التراث الثقافي بمفهومه الشامل ولكن في دول العربية نتحدث أحيانا عن جزئيات من هذا المفهوم الشامل في مجال الآثار في مجال التراث اللامادي بشكل غير شمولي وقد ورثنا في التشريعات الماضية من الوجود البريطاني والوجود الفرنسي في أدول مختلفة في العالم العربي فكيف نحن نتماشى مع هذه الاتفاقيات في سياق التشريعات الوطنية وأعتقد إمارة الشارقة تقوم الآن في تطوير القانون في هذا الاتجاه نعم جميل كذلك أيضا لكم جهود جبارة في الحفاظ على التراث في مناطق الأزمات نعم أين وصلت هذه الجهود؟ الحقيقة طبعا هذا موضوع من أهم الأولويات التي نقوم بها بسبب الوضع القائم في بعض الدول العربية لدينا يعني مؤخرا كان لنا ورشات عمل وأعمال تدريبية في موضوع ما يسمى بالأسعافات الأولية في الحفاظ على التراث في أوقات الأزمات أو أوقات الكوارث نعم ممكن تكون كوارث طبيعية يعني مش ضروري أحيانا فهناك الفيضانات هناك الزلازل الأخري أو الحرائق أحيانا فكيف نحن نجهز أنفسنا يعني هذه الإجراءات الوقائية مهمة جدا في الحفاظ على التراث بالتعاون مع الجهات المختلفة مثل الدفاع المدني وما هو موجود للشرطة الجايش الأخري كل الجهات المعنية الأجهزة المعنية أيضا مؤخرا وسيكون عندنا ورشة قادمة في نهاية شهر فبراير في موضوع مهم جدا على مستوى التراث الثقافي على مستوى العالمي الحقيقة وهو موضوع إعادة البناء إعادة البناء مع بعض الأزمات ومن بعض الحروب فهناك منهجيات نحاول أن نطورها في سياق التراث بشكل عام والتراث العالمي بشكل خاص لأن هناك العديد من هذه الدول تجدين مثلا الموصل وهناك مشروع تدعمه دولة الإمارات ونحن الشركاء في هذا المشروع على مستوى اللجنة التوجهية واللجنة الفنية لإعادة إعمار هذا المسجد النوري الذي تم تدميره كاملا من قبل داعش فكيف نقوم نحن في إعادة البناء أي فترة تاريخية سنرجع كيف ننظر الأمور التقنية كيف ننظر عملية إعادة البناء وإعادة الإعمار في سياق المجتمعي ليس فقط في سياق المادي لهذه المعالم المهمة ولكن كيف نحي إعادة الحياة من قبل المجتمع مثلا في مدينة الموصل كيف يخدم هذا المكان المجتمع المحلي لأننا نتكلم ليس فقط عن إعادة الإعمار ولكن عن التعافي في بعض الأزمات فهناك ورشة عامل سنقوم بها في نهاية هذا الشهر إن شاء الله لوضع منهجيات مبنية على أسس قمنا بتطويرها في السنتين الأخيرتين بالذات مع الجهات التنموية فعندما يصبح هناك تدمير حتيجي الجهات التنموية بكل الأموال الموجودة بدون دراسات بدون لعادة الإعمار غير المدروسة لهذه المناطق مما قد يتسبب أيضا في فقدانها لأصالتها ولسلامتها الثقافية والتراثية فهناك منهجيات نحاول أن نطورها في هذا المجال جميل إلى جانب تطوير المنهجيات كذلك أيضا ما هو الدور إكرم الشارقة في تطوير استراتيجيات إدارة التراث في المنطقة وحفظها وصونا للأجيال القادمة بإذن الله حقيقة هذا في صميم عملنا يعني نحن في عنا خمس أنواع من الأنشطة نقوم بها وموجهة لجهات مختلفة ففي سياق السياسات يعني قمنا بعقد العديد من الندوات الفكرية في مواضيع مختلفة مثل الأطر الإدارية والقانونية التي هي أساس لوضع السياسات الثقافية في مجال التراث الثقافي فهناك منهجيات جديدة لما نتكلم عن المشاركة المجتمعية عن التوجهات السياسات التحفيزية ليس فقط أن المجتمع ينظر إلى هذا التراث كعب أحيانا لكن كيف نحفز هذه عملية الحفاظ أيضا هناك منهجيات أو سياسات لها علاقة في تطوير السياسات التي نسميها الحفاظ المتكامل بشكل يكون هناك في تعاون بين الجهات المختلفة فنحن الجهات المسؤولة عن التراث صحية لها مسؤولية قانونية لكن كيف تعمل مع الجهات الأخرى كمنظومة كاملة كمنظومة كاملة في هذه الدول فهذا في سياق السياسات كيف نوجه هذا الموضوع لمتخذي القرارات والسياسيين فكنت أنا مؤخرا في اجتماع وزراء الثقافة العرب الحقيقة أو تتكلمنا عن مثل هذه المواضيع في هذا السياق لكن الجهات الأخرى المستفيدة هي المهنيين من خلال بناء القدرات وأيضا المجتمع المحلي من خلال نشر المعرفة في المدارس في الجامعات وأيضا من خلال من أفراد المجتمع ربما كذلك لضبط فعندنا برامج توعية أيضا توعية وتعليمية وأيضا هناك المشاريع الميدانية التي من خلالها نستقي كيف نطور هذه السياسات وبالعكس كيف تؤثر هذه السياسات في المشاريع العملية في الحفاظ على التراث نعم جميل أما كل شكر لك أعطيكم ألف عفية بالتوفيق إن شاء الله دكتور زكي في اليومين القادمين في أبوظبي شكرا شكرا شكرا